انا شايف ان رمضان صبحي وزيوة تريزي جي طالعوا بادري جدا عن النادي الاهلي ما كانواش مستعدين انهم يرحوا لأوروبا وخصوصا للدور اللي باكتر متطلبات للعيبة هو الدور الانجليزي كانوا امفروض يطلعوا من هنا عندهم 24 ساعة و25 ساعة بعد ما يأكدوا ومركزهم في النادي الاهلي انهم ما كانوش الاساسيين في النادي الاهلي ومن اللعيبة اللي كانت عندي كانوا بيدخلوا بس ما كانوش اساسيين فكانوا محتاجين يكون في حرص اكتر في اللعيبة اللي بتخرج وامتى يخرج طبيعيا فيه لعيبة فيه عندهم تكوين زهني مش موجود عند التانين انا شايف ان رمضان صبحي فيه معاناة كبيرة من ناحيته وتريزيجي برضو قال اللي مختلف عنهم محمد صلاح انا طلبت انهم يتعاقدوا مع محمد صلاح في اخر سنة كنت موجود فيها في الاهلي وتم التعاقد معاه بالفعل ما تمت مضاش نهائيا لاني نادي المقاولين هينزل درجة تانية كنت شاف ايه في محمد صلاح يعني ايه العجبك فيه في الصلاح في الوقت ده تنيت زايتة زاناو بيان تشرة سنة تشرة سنة والتراديويت باسم علي والباك رايت باسم علي برد اوكي اوكي يكن مش ترفيهون محمد صلاح المقاولين المقاولين كان هينزل درجة تانية وبعدين رقعوا اتحد الكورة قالوا ما حدش هينزل درجة تانية وزادت فرع الدوري من 16 الى 18 والرئيس نادي المقاولين قال لكاتن حسن حندي احنا الكامير في درجة اولى فاللعيبة مش هتطلع فده كان حظ محمد صلاح لان لو كان جيل اهلي ما كانش يتلعب بسهولة لبرا مصر وبعد ست شهور في شهر يناير راحل لوزان في سويسرا وبعد كده عمل اللي عمله بس هو عنده استعداد ذهني وعنده تكوين زهني مش موجود عند روان صبحي وترزيجي مش عنده وكمان معظم اللعيبة المصرية اللي مكنتش عندها نفس الاستعداد الذهني ده اللي لعبت احترفت برا مصر اللعيبة قليلة جدا اللي عندها تفكير ده وتيكون عندهم تفكير زهني قوي فهو راح كالعيب كويس ودلقتي لعيب ممتاز صلاح السنة اللي فاتت قد موسم استثنائي البداية مع اول ست ماتشات سواء خمس ماتشات في البريمير ليج او ماتش في الشامبينز ليج الناس بدأت تقلق حاسوا ان فيه دروب لصلاح البداية مش زي السنة اللي فاتت منطقي طبيعي ان ده يحصل للعب ان البداية مع بداية الموسم ما تكونش زي السنة اللي فاتت وإيه اللي المفروض صلاح محتاج وصلاح محتاج ايه عشان يخرج من الحتة دي لأني باين ان فيه يعني صلاح داون كده تحس انه هو متدايق محبط ايه مشكلة صلاح في البحث